تلقت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء كتاب رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان الذي يعلن فيها أن ولاية أعضاء المجلس تنتهي في الخامس من حزيران المقبل ويفتح باب الترشيحات حتى فتح بهذا الإعلان النقاش عن مصير المجلس الدستوري في ظل الشغور في سدة الرئاسة الأولى فبحسب القانون الذي يلخض إنشاء هذه لايئة دستورية العليا في البلاد هي ملزمة حلفان اليمين أمام رئيس البلاد قبل بدء مهمتها المجلس الدستوري يعين لمدة ثلاث سنوات نصف أعضاؤه يعينون في مجلس الوزراء والنصف الآخر ينتخب في مجلس النواب وبالتالي الموضوع بدأ البحث فيه من تاريخ فتح باب الترشيح حسب نظام المجلس يجب أن تبدأ مهلة الترشيحات قبل تسعين يوما وتنتهي قبل ثلاثين يوما وبالتالي فالموضوع أنه بلش من تاريخ إحالة الكتابين من قبل رئيس المجلس الدستوري لأخذ العلم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتبار أنه في الأسبوع الأول من حزيران تنتهي ولاية مجلس المجلس الدستوري اللي بدأت تعمله سنة 2009 بعد حلفان اليمين أمام رئيس الجمهوري المسألة بحسب الوزير السابق سليم جريساطي دونها ثلاثة مطباط من الصعب اجتيازها في ظل تباعة غياب رئيس الجمهورية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية هل يجتمع مجلس النواب لتعيين خمسة أعضاء؟ وهو لا يجتمع حتى لتشريع الضرورة منذ مدة نين مجلس الوزراء هل يستطيع عملا بما يسمى التوافق المرن أن يتفق وزراءه وأعضاءه ورئيس الحكومي على خمسة أعضاءهم حصة مجلس الوزراء في المجلس الدستوري؟ هذه الاشكالية الأولى أما الاشكالية الثانية فهو عندما يحصل هذا التعيين يجب أن يقسم هؤلاء الأعضاء ما يسمى باليمين أمام رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية كما تعرف غير موجود بسبب قلوس الدت الرئيسي ولكن الاشكالية هون متأتي عن أنه مش فقط الولاي لا تبدأ لا يستطيعون القيام بمهامهم قبل إجراء هذا القسم ما يعني أنهم سوف يعينون ويصبحون صوريين أي لا سلطة لهم لاتخاذ أي قرار طالما لم يتم حلف اليمين طبعا في حال استمر الشهور ولكن ما الحل دستوري لتجنب هذا الفراغ في الخامس من حزيران؟ في حال ما تم التعيين والانتخاب أو في حال تم التعيين والانتخاب وما حلف يمين أمام رئيس الدولة يبقى المجلس الحالي كامل الصلاحية للنظر في دستورية القوانين وفي التعون الانتخابية حتى الوصول إلى حلفان يمين من قبل المجلس الجديد جريساتي وهو عضو المجلس الدستوري السابق يدخل من القانون إلى السياسة ليؤكد عدم قبول تكتل التغيير والإصلاح بأن يحل مجلس الوزراء مكان الرئيس في حلفان اليمين عندما نقول رئيس الجمهوريين قسم اليمين أمام رئيس الجمهوريين هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك رئيس في سدة الرئاسة لسيما أعضاء المجلس الدستوري ولسيما أيضا أن الرئيس هو الذي أولاه الدستور بالقسم بالقسم مهمة الحفاظ على الدستور وقوانين الأمة وسلامة الأرض والشعب إذن في الحصيلة التمديد سيحل ضيفا دستوريا على من كلف يوما النظر في دستورية تمديد مجلس النواب رمز القاضي قناة الجديد